تطورات متسارعة تنذر بتصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط بالرغم من الجهود الدؤوبة من أطراف إقليمية ودولية لدرء ذلك الخطر المحدق بالمنطقة تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن الجيش بدأ في نقل قوات ووحدات عسكرية من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية مشيرة إلى أنه يولي أهمية أكبر لجبهة لبنان وفور تعيينه رئيساً جديداً لهيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أكد الجنرال شلومي بيندر أن على إسرائيل أن تستمر في تعزيز قواتها لتوسيع الحرب في الشمال وإقرار الأمن على جميع الحدود لكي يتمكن سكان الشمال من العودة إلى بيوتهم بيندر مضى مهدداً بمطالبه إنشاء بنية تحتية استخباراتية قوية للدفاع والهجوم في ساحات أبعد تصريحات تتوافق مع ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي أف جاللت من أن مركز الثقل للجيش الإسرائيلي ينتقل تدريجياً بعيداً عن قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية لافتاً إلى أن إسرائيل لن تتورع عن اللجوء للقوة لإعادة النازحين إلى منازلهم في الشمال هذه التطورات تأتي في ضوء تكثيف حزب الله هجماته خلال الأسابيع الأخيرة على أهداف إسرائيلية شمالي الأراضي المحتلة وهي الهجمات التي خلفت خسائر كبيرة وحرائق بالمستوطنات الشمالية فضلاً عن اضطرار سلطات تل أبيب لإجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين